موسيقى 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 وإنما هذه الشغلة كمانا خطرة لأنه ما لازم نقبل بالزليا اللي عم نعيشه ونحن مستهل أحسن من هيك بكتير في موضوع اليوم السحبات النقدية من المصارف يلي عم بتتحدد أنه هل قد ممكن تسحب أكتر؟ لا فينا نحكي أكتر بالتفصيل عن الموضوع المصارف كانت خفضت السحبات النقدية المباشرة من الحسابات من فترة وإنما هلأ يلي عم ينحكي عنه هو عدم قبولة أنه تعطي تدفع المعاشات بالكامل نقدا إلا للشركات والمؤسسات اللي بتحط جزء من المعاشات نقدا وتدفع وبالتالي عم تطلب أنه يتحول من الشركات قصة من المعاشات على المصارف بتحويلات وأنه ينوضع جزء تاني نقدا وهذا الشيء كمانا شيء منه مقبول أبدا واستنسابي كتير وممكن أنه بيأثر على الأمن الاجتماعي وحتى على الأمن الغزائي لأنه بالتأكيد ما فيه إمكانية الناس أنه ما تسحب كاش والبلد منه مجهز لوجستيا وحتى تقنيا وخاصة بالمحلات اللي بعيدة عن المدن أنه يكون فيه مكانات كرميل الدفع عبر البطاقات الايتمانية وبالتالي عدم وجود النقد بإيدان العالم رح بشكل أزمة وهي منه بس أزمة غزائية هي قد تصل إلى أزمة اجتماعية كبيرة نحن هلأ بالإنهيار بس البعض عم بحذر من الوصول إلى الأسوأ ثم الأسوأ نعم المستقبل السودوي بالطبع إذا لم يتم تشكيل حكومة وإذا لم يستقم العمل المؤسساتي بالبلد وهو مش بس تنفيذي وكمانا تشريعي بشكل يختلف عن التشريع يلي عم نشهده بالأيام يلي سابقه لازم تضافر الجهود المؤسساتية كرميل البلد ينهض وإلا رح بتضل السودوية وإنما الخوف هو مش من استمرار السودوية وإنما بالوقوع بالمحذور أو ما يسمى بالارتطان اليوم كنت عم تحكي قبل ما نفوت نصور هذه الحلقة أنه حتى مؤسسات الدولة رايحة على الانهيار الكامل والشامل وشو قراءتك لهم موضوع؟ بالطبع عدم وجود إرادات للدولة وموازنة حتى لو بالشكل بتفرج فجوة مثل الموازنة يلي قدمتها الحكومة المستقيلة بتفرجينها أنه المؤسسات الدولة لن تتمكن من الصمود لأن الدولة ما عندها إرادات والطبع عم بيعطي نتائج عكسية من ناحية التضخم وكبر الكتلة النقدية الموجودة بالبلد والمضاربة على الدولار وبالتالي عدم إمكانية الدولة من تأمين معاشاتها رح بيشكل طبعا كارثة ورح بيخليها المؤسسات تكون غير قادرة على الاستمرار اليوم في مين عم بيطرح أنه زيادة الرواتب في القطاع العام؟ شو رأيك؟ من المستحيل التفكير بزيادة أي رواتب بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص ما لم يسجل الاقتصاد اللبناني نمو أي زيادة للرواتب ولا الكتلة النقدية هو سبب للتضخم وبالتالي هالشي مستحيل بالوقت الحالي لو أنه محق اليوم عم بينطرح عدة سيناريوهات شو هو السيناريو الأنسب والأفضل للخروج من الانهياري اللي هلأ نحن فيه؟ ما فيه غير سيناريو واحد غير تشكيل الحكومة حكومة صندوق النقد الدولي ما فيه ما فيه عنه ما لازم يتم التفكير ولا بسيناريو لا له دخل بانتخابات ولا بشي لازم اليوم بالموجود يلي عنا باللي نافذ عنا أنه نشتغل اليوم ما فيه غير سيناريو واحد يلي هو تشكيل حكومة بس حكومة تكون فاعلة صغيرة قدرة تاخد قرارات وغير مرتهنة والعمل فورا على تفاوض مع صندوق النقد للقيام بإصلاحات بنيوية وإلا السودوية رح بتكمل والانهيار اليوم هناك من يطرح الفيدرالية يلي هي الحل الأنسب برأي البعض ومن يطرح هيدا الموضوع وهنا بيعتبروا أنه نحنا عايشين الفيدرالية بس مش مطبقة على الورق بس عايشينا اليوم هل هو الحل الأنسب الفيدرالية كل منطقة هي تحكم نفسها بذات المبدأ يلي جوابتك على السؤال إذا من نحكي اكتصاديا أنا انطلاعا من إيماني بدستور بلدي المقر ومن عدم تطبيق هالدستور يلي عنا نحنا قبل ما نروح لنطبق إشي جديد خالينا نطبق يلي عنا ليش بدنا نفكر بالفيدرالية ما منفكر بوحدة المؤسسات اللبنانية وبتطبيق لمركزية إدارية بتعطي نفس للشأن العام والقطاع العام بشكل أنه يصير فيه تفعيل ويصير فيه شغل أفضل من يلي نحنا فيه المنافسة بيناتهم يعني يعني اليوم نحنا يلي عنا ييمة عم نطبق ونروح نعمل شي جديد ونطبق أنا بستبعدها وأصلا فيه كتير أشياء بتحول دون تطبيق فدرالية بلبنان ما بفتكر الوقت بيكف فكر ما لنشرحها شكرا لحضرتك شكرا شكرا